اشتركوا في القناة اذا كنت تعاني من اي من هذه المشاعر التدريبات التي سأعرضها عليك قد مارستها بعض الاديان والثقافات لالاف السنين نحن نقدر الحكمة والقوة التي قدموها لكثير من الناس نأمل ان تجدهم مفيدين عندما نشعر بالقلق او التوتر او مجيء الكثير من المشاعر دفعة واحدة يمكن لاكسامنا ان تستجيب لهذه المشاعر ويبدأ قلبنا ينبط بسرعة وقوة وكذلك سرعة في التنفس واحيانا صداع او الام في المعدة يمكننا مساعدة اكسامنا على تعلم الاسترخاء عندما نشعر بالتوتر من خلال ممارسة التنفس العميق يبطئ التنفس العميق معدل ضربات القلب ويريح عضلاتنا ويساعد عقولنا على الشعور بالهدوء للبدء اتخذ وضع مريح اذا اردت يمكنك اغلاق عينيك او مجرد النظر الى اسفل سوف تتنفس من خلال انفك وتخرج الزفير من فمك اود ان ادعوكم لاخذ نفسا عميقا شهيق وزفير مرة اخرى ببطء اكسر شهيق وزفير هذه المرة عد ببطء الى اربعة بينما تتنفس شهيقا وزفيرا شهيق اثنان ثلاثة اربعة اثنان ثلاثة اربعة مرة اخرى اثنين ثلاثة اربعة وزفير اثنان ثلاثة اربعة لاحظ كيف تشعر بالهواء وهو يمر عبر انفك ويخرج من فمك يدخل من خلال انفك ويخرج من خلال فمك قد يبدأ عقلك في التفكير في اشياء اخرى لا بأس بذلك ولكن حاول اعادة التفكير الى الهواء الذي يدخل من انفك ويخرج من فمك دعونا نجرب هذا التنفس العميق سلاس مرات اخرى معا عند الانتهاء حرك رأسك برفق من جانب الى اخر وحرك اصابع يديك وقدميك وافتح عينيك ببطء تذكر عندما تشعر بالتوتر او القلق يمكنك ممارسة هذا التنفس العميق في اي مكان في السيارة في الحمام او حتى في موقف الباص عندما نشعر بالقلق او الحزن يمكن ان يكون تحريك اجسامنا وسيلة لمساعداتنا على التركيز اليوم سنمارس بعض التمارين الاساسية لفرض ولتحريك اجسادنا اثناء ممارسة هذه التمارين مارس فقط ما تشعر فيه بحر اذا بدأت تشعر بالقلق الحركات اللطيفة انظر للاعلى نحو الصقف ابقى في هذا الوضع للحظة مع استمرار التنفس الان انظر الى اسفل ووجه زقنك نحو صدرك استمر بالتنفس الان ادر رأسك الى اليمين انظر امامك ادر رأسك الى اليسار ثم انظر امامك اليمنى باتجاه كتفك الايمن يمكنك ايضا رفع زراعك الايصر فوق رأسك مع فرد جانب جسمك بالكامل تذكر ان تتنفس ببطء الان اسحب زراعك للاسفل الان كن بامالة اذنك اليسرى باتجاه كتفك الايصر ثم ارفع زراعك الايمن اذا كان ذلك مريحة يديك للامام الى مستوى الى مستوى الكتفة يمكنك امساك مرسو واحد مع ابقاء زراعيك مستقيم ضع زهرك يلحني للامام اثناء التمثل يجب ان تشعر بتمدد لطيف اسني ركبتك للامام مع ايمالة رأسك لأسفل لتمتد اكثر طالما ان مع المد تشعر بالراحة شغل هذا الوضع اثناء اسمح لعضلاتك بالارتخاء الان مد يدك خلف زهرك وامسك مع صمك بيدك او امسك يديك معا يجب ان تكون وانظر نحو السماء كوى صدرك اعد زراعيك الى جانبي وانظر للامام مباشرة هز زراعيك بلطف لارخائهم الان مد يدك لأسفل واسحب صاقك الى صدرك اشعر بالتمدد في الجزء الخلد كاحلك ثم انزلها على الارض وحرك قدمك في دوائر ثم انزلها مرة اخرى الى الارض عندما نقوم بالتمديد النهائي من فضلك تذكر ان تفعل ما تشعر بالراحة فقط قم اولا باللف الى اليمين من خلال النظر الى كتفك الايمن ضع يدك اليسرى على ركبتك اليمنى تذكر ان تتنفس ثم اتركه وكرر ببطء نفس الامتداد على الجانب الاخر احيانا تتعصر عقولنا في التفكير في ذكريات مؤلمة وحزينة او مخيفة من الماضي او القلق بشأن اشياء قد تحدث في المستقبل هذا امر شائع جدا للاشخاص الذين مروا بتجارب مؤلمة جدا او مخيفة في الماضي عندما يحدث هذا يمكنك التدرب على اعادة عقلك الى ما انت عليه الان اليوم سنتدرب على القيام بذلك من فلال تمرين بسيط يمكن القيام به في اي مكان عندما تحدث هذه المشاعر للبدء انظر حولك في الغرفة ولاحظ خمسة اشياء يمكنك رؤيتها تدرب على ملاحظة التفاصيل الصغيرة التي ربما لم تراها من قبل ربما ترى صورة على الحائط او كوب من الماء كن بتسمية الاشياء الخمسة بهدوء لنفسك ندعوك لتلاحظ اربعة اشياء قريبة منك يمكنك لمسها قد يكون هذا هو الكرسي الذي تجلس عليه او نعومة اظافر اصابعك بعد ذلك لاحظ ثلاثة اشياء يمكنك سماعهما قد يكون هذا صوت سيارات تسير بالخارج او صوت الفاز في غرفة اخرى او حتى انفاسك قم بتسمية شيئين يمكنك شمهما اذا لم تسمى اي شيء على الفور فاختر شيئا قد يكون له رائحة مثل كوب من الشاي او بصل اخيرا اخيرا لاحظ ما يمكنك تزوقه اذا كان لديك طعام او شراب في مكان قريب منك فتزوقه اذا لم يكن كذلك فقط لاحظ ما اذا كان لديك اي مزاق متبقي في فمك من اخر شيء اكلته او شربته بينما ننتهي من هذا التمرين امل ان تكون اكثر هدوءا وان تكون قادرا على التفكير اكثر فيما يجري الان وليس بشأن مخاوف الماضي او المستقبل يمكنك ممارسة هذا في اي وقت تلاحظ فيه انك تفكر في ذكريات الماضي او قلب بشأن المستقبل اشتركوا في القناة